اشتركوا في القناة في طورة الاستيراد بالعملة الصعبة تانيا حتى انتاجنا الوطني اللبناني يستمر وإدياش بيشغل من العائلات فمن هيك عم بقول للبناني اليوم مش بالضرورة باختصاصه مرات بيقدر يمرق وقت بيقدر يلاقي الشغل يلي بيقدر يعتش منه بكرامته لحين ما تمر هالأزم يلي نحن عايشين فيها بالوقت يلي كمان في كتير موظفين في كتير عمال بالقطاع الخاص يمكن ما بقى معاشهم بيكفي أو ما عاد إلو قيمة ولكن اليوم وجودهم هو حتى تمر هالمرحلة مع أرباب على العمل وبالتالي حتى يأمن استمرارية حتى ما يتركوا يقعد بالبيت ويصير كمان عالي على حدا مع العلم أنه اليوم اللبناني منه شحاد اللبناني رافض الظل اللبناني منه قبلاني يلي عم بيصير ولكن اليوم بعرف وعم شوفوا في كتير من المصانع من المشاغل عم تطلب عمال لبنانيين لأن العمالة الأجنبية تركت معظمها ترك وبالتالي صرنا بحاجة لعمالة لبنانية ومش عايب أنه نحن اليوم نشتغل ببلدنا حتى ننهض ببلدنا من هالظروف الكتير صعبة العمل مرفية ولكن إذا تضغمنا أكيد بتقطع معي مباشرة على الخات نائب رئيس جمعية الصناعيين لبنانيين زياد بكداشي يعطيك العافي يعطيك العافي لك ولمستمعينك يعني أداي نحن نشوف حالنا بصنعة في لبنان ولكن هذا الانتاج الوطني أداي مقلف أداي هذا الانتاج الوطني بدنا يكون عندنا ثقة فيه وقدي اليوم بدنا نشجع اللبنانيين أنه يروحوا على المشاغل على المصانع يعني نبلش نحن نشتغل ولو مش باختصاصنا حتى نمرق هالظروف هايدي الصعبة وهالتحديات الكبيرة يعني صراحة المقدمة تبعيتك ممتازة ستنا أول شيء البلدان الكبيرة بيسمون البلدان الصناعية نعم مش غلط لأنه كل العالم معروف إذا كان ما في صناعة بأي بلد مع أنت ما في نمو لأنه الصناعة هو إحباب مش بس الصناعة إذا بدك القطاعات الانتاجية هن القطاعات الأساسية بالنمو النمو هو سلسلة كاملة متكاملة بجميع الاقتصاد بس القطاع الانتاجي هو من أهمهم الآن من ناحية موضوع السئة أنا بأكد لك أنه اليوم صار فيه سئة عند المواطن اللبناني مع أنه تأخرنا إذا بدك عشرين ثلاثين سنة لأنه كل عمرنا بإيام زمان من نوجر يعني كان كل شي فرنجي فرنجي اليوم من بعد تدني الفاتورة الاستيراد اضطر يمكن بعض المواطنين لأنه في بعض الآخر كانوا كل عمر يشتفوا سنوعة في لبنان نعم شايف أنه لأ البداع المنتج اللبناني هو جيد جدا من النوعية وضمن المواصفات العالمية مش ناكي نحن التصدير طبعنا اللي كان تقريبا بحدود 3 مليار ونص ما كان عندنا ولا الصنف كان بيرجع يعني معنات أن نحن ضمن المواصفات العالمية نعم هلأ الساعة صارت موجودة السعر صار أرخص من المستورات أكيد اليوم الوضع الصناع بازدهار زادت تقريبا حسب القطاعات بحدود 20-30% من إنتاجنا بالأسواء المحلية لو كان القدرة الشرائية ما تدنيت مثل ما هي وضعنا اليوم من وضع تدني السعر ليرا اللبناني أكيد كان إنتاجنا ومبعاتنا رح تكون أكبر بكتير أكيد لازم كلها تنشجح صناعة في لبنان لأنه أي معمل ما بيكون هو موجود بالسوق المحلي ما بيقدر يسطر نحن البداية والآخر هي اليوم السوق المحلي استاذ باقداش بتعرف قدياش أهمل القطاع الصناعي وكانت كلها مبادرات فردية بالرغم من كل الظروف كانت المبادرة الفردية والإيمان بهذا البلد هو اللي كان عم بيخلي الصناعي أنه يضم يستمر مع موظفينه ومع عماله وكلنا بنعرف اليوم مع انهيار العملة وعدم قدره الشرائية وحتى نخففنا الاستيراد في عمالة أجنبية تركت البلد ولكن اليوم حتى تضم عم بتدور محركاتنا بدنا يد لبنانية شوفي أول شيء لأعكدلك أنه معظم المصانع ما بقى اليوم بعدهم ماشيين على الحد الأدنى أو المعاشات الأستيرية أنا بقلك تقريبا زادوا المعاشات بحدود لو بلولهم معاشاتهم إذا مش أكتر أو فين منهم عم بيطاعوا بالدولار أو بيطاعوا بالشكات لأنه وضع الصناعي اليوم أكيد أحسن من ما كان عليه سابقا نعم بس أكيد أنا بقلك بعد زيادات المعاشات ما من مناسبة بالنسبة للغلال اللي عم بيصير نعم اليوم صعي أنه نحن اليوم ما بتقولي حضرتك فيه تقريبا حسن ما بتقول وزارة العمل 80% من الأجانب تركه بس نحن مش لأنه تركوا الطالبين نحن عمالة لبنانية نعم نحن من يوم يومنا بنفضل العامل اللبناني لسبب أساسي أنه منعلم المهني بس للأسف أنه في عندك مشكلة ببعض المناطق بعدم وجود العمال اللبنانيين وخصوصا في كتير عمال اللبنانيين بيجوا من الشمال وخصوصا من عكار الله يعينهم اللي يمشوا عبكرة ثلاث ساعات عبكرة بالسيارة لا يوصلوا ثلاث ساعات لا يرجعوا وهلأ مع انقطاع البنزين مش انقطاع مع هلأ عم بيدبروا حالهم بس نحن اجتمعنا مع الاتحاد العمالي العام وإنهم من الضروري اليوم بتحكي حضرتك نغير الثقافة عند العامل اللبناني العامل اللبناني مش كلته ما بحبي ينام برات بيته نحن اليوم كصناعة عم نشتغل أوبرتايم وتشتغل أوبرتايم وتحكي 16 ساعة وفي مصاعم يشتغلوا 24 24 ضروري يكون عنا عمال لكننا عم نستعين بالعامل الأجنبي لأنه عامل الأجنبي كان ينام معظم المصانع عم أمنين محلات ليناموا العمال اللبناني وغير ببناني وخصوصا يعني معلاء استاذ بكداش بالكوفيد في كتير من المصانع والشركات يلي عندها التزامات اضطرت أنه تنيم موظفين وعمالة عندها بسبب الكوفيد وتحجرهم يعني حتى تحافظ على سلمتهم وإكمال طبعا الانتاج بس للأسف أنا بلك بعد الآن الثقافة ما صارت مثل ما لازم أنه يبلش العامل يقرر أنه ينام برات المعمل يعني اليوم إذا بنام بعفهم بالمعمل إذا بنام اليوم الموظف أو العامل بالمصنع أول شيء بيكون أريح له جسديا لأنه عم بيبشي ساعتين لا يوصل لأنه بتعرفي اليوم الوضع السير عندنا بالبنان نعم اتنام سيد يدري اشتغل أوبرتام يعني ما ينته بدو بالمعاشو أو تريبل بالمعاشو بالنسبة للأوبرتام هاي دي كلتها لمصلحة العامل والصاحب العامل ويلي عم بناموا بالمعامل أو المصار مأمن لهم مثلا وجبة غذائية يعني في يعني في لا مأمن لهم وجبة غذائية لأنه عندهم كل كم شخص بيكون في عندهم بطبخ بس مأمن لهم للمقيف ومأمن لهم بطريقة ديسنت يعني مش كيف مكان يعني نعم بس بيقول لك يا أخي أنا برحب نا ميدل مش كثيرا يعني بيوفر بيوفر بنزين بيوفر يعني كمانة تعب وارهاق على الطريق وبيطلع أوفر تايم طبيعي وبيطلع أوفر تايم على كل حال إذا جيب زويته على جمع يعني إذا ما بعض إذا بيشتغل بالأسبوع ست أيام أو سبعة أيام بفتكر بيشتغل ست أيام أو خمس أيام أو خمس أيام نعم يعني كمان هايدي ثقافي مفروض أنه نحن نقدر كمان أن نشتغل عليها بعدين أحب أن أأكد من عندك كمان ستنا أنه اليوم صار فيه بعض الشركات الأجنبية لأنه صار غلى كتير بالنسبة للإستيراد طرعا بيصنعوا بالمعامل اللي بنهي لهذه الشغلة كتير بديها تمام في عندك المصانع اللي كانت بزمانها نسكرت اللي هي التياب والأحزية رجعت فتحها أكيد ورجعوا عمالهم ورجعوا بلشوا يصدروا هايدي كلها بادرة خير نتمنى أنه موضوع الدولار أو ممنوع العملي أنه يتحسن وضعها بالإضافة لموضوع الحكومي لأنه أنا بقلك الصناعة بخير إن شاء الله إذا كان الوضع السياسي في لبنان ووضع المالي ووضع الدولار تحسن بقلك أكيد فيه أمل كتير كبير مع الصناعة وخصوصا القطاعات الانتاجية وبدعي كمان أنه مش بس الصناعة بهمنا كمان موضوع الزراعي لأنه من المنطق أنه نحنا اليوم صناعيا مشهورين بالحمص والفول نشري الحمص نشري من كندا ومشري من مكسيكو يعني مش مقبولي مفروض نحنا نزرعه بلبنان نعمل اكتفاع أقل هذه السياسات الاقتصادية لعلى مد من أيام زمان لحتى اليوم الفاشلة يلي وصلت الصناعة والزراعة لما وصلنا عليه مت معقلتي حضرتك الصناعة هي كلتها كانت موضوع خاص كنا نحنا كانت مبادرات دائما مبادرات خاصة مبادرات خاصة كلها مبادرات خاصة أنا بتمنى وبناشد موضوع الزراعي يهم كثيرك بالنسبة للإنتاج الزراعي و بالنسبة للصناعات الغذائية خصوصا أن الإنتاج الزراعي اليوم يعني وصل يعني عم بيتصدر بكميات يعني وصار يعني موجود بأغلب بلدان الانتشار أنت نعم بتحقيق كير مظبوط بس مشكلة بهالبلد أنه بتكون أنت بتحلي مشكلة بطلع لك مشكلة تانية اليوم مشكلة تانية هي موضوع قصة الخليج والسعودية المملكة العربية السعودية لأنه في كتير كونتينيرات بعدها كانت وقفة وما قدرت فاتت مخللات وغيره فيه أرار غير رسمي أنه يمنع كل الصادرات الصناعية زراعية وغير زراعية إلى المملكة العربية السعودية عم نحكي بـ 200 مليون دولار وخوفنا أنه نحن ما ينتهل على الخليج العربي كل يتو لأنه لحتى تاريخ اليوم للأسف صرر شهر ونص موضوع الكابتر ونبعد الآن ما عملوا شي الشباب عندنا ما فرقاني معهم هيتون ما بصير اليوم كانت مليار دولار للخليج العربي ما بصير روحه حتى كان فيه كونتينيرات وصلت بس ما تفرغت لأنه طلع القرار وهيدي هيدي كانت كلها خسارة بخسارة يعني لأنه هيدي شركات ملتزمة يعني هي رايحة على اسم شركات ومدفوع حقها بالسعودية عم بمضوا المستوردين تعهد أنه ما يستوردوا من لبنان لأنه نحن اليوم الحكومة وغير الحكومة والمسؤولين بعد ما عملوا شي مش هم موضوع الكنتينيرات مش هم موضوع الكابتر ما حدا فرقاني معهم فيه عندك 200 مليون دولار للسعودية وعندك مليار دولار لو خليش العربي يعني عم تحكي تنت الصادرات نحكم 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 بدنا نجيب سكانر ودفتر شروط وقزم هذا كله ما بيطعم خبز أكيد بعد لحد تاريخ اليوم ما فيه ولا عسكر يوقفونها مش هم موضوع الكنتينير اللي مرأ من البر وجهت مرأ بالبحر نعم هو انفجار بيروت ولهلأ كأنه شحادث بسيط يعني للأسر الشديد مية بالمية مية بالمية ما حدا نسألان على حدا الله عين اللبناني الله عين الشعب الله عين العامل اللبناني اليوم إذا كان سكرت علينا المملكة العربية السعودية والخليج أنا بقلنك المشكلة الكبيرة هي للعمال اللبنانيين إذا اليوم بدون ينزل التصدير للثلاث يعني معناتها الإنتاج هينزل معظم المصانع إلى الثلاث يعني معناتها بدون يخففهم من يد العامل يكيد مية بالمية استاذ باكداج أدي اليوم أكتر صناعات مطلوبة إلى يد عامل حتى هيك نعطي هيك فكرة عامة شو أكتر الصناعات يلي بدى يد عامل حاليا تدنا كل المصانع اليوم بحاجة إلى يد عامل لبنانية معظمهم بدون الناس يناموا عندهم بالمصانع لأنه بدون يشتغلوا أوبر تايم استهلاكي صار عم يطلب البداعة اللي هي صنعت في لبنان مش أنه هالقطاع أحسن قطاعا كان مواد غذائية أو استهلاكية أو طبية كلها نحن منفضل العامل لبنان لأن علمه مهني بس لازم بقى متل ما إنتي حضرتك بالمقدمة طبعيتك مش يقعد بالبيت ويقول والله أنا بدي فتش على الشغل لا ما لازم يرفض ولا فرصة عمل نحن بوضع استثنائي ما لازم حدا وعاكل حال هيك بتنهض الشعوب طبيعي هيك بتنهض الشعوب يعني مالس للأسف اليوم بعد أعرفي أنت حضرتك في بعض القطاعات بعد حكرا على السوري وعلى المصري بعد احترامي لقلهم بس اليوم اللبناني بيقعد بالبيت وبيبكي وبنوع بيقول لك أنا ما عندي شغل خير روح اشتغل ديليفوري أنا عم بقول لهم حطت البنزين بس هيدا على الفرد يعني البعبي بنزين بس التبس يعني بالتلاتة ملايين ليرة هيك خبروني وما عم يجي وما عم يجي اللبناني أنا بناشد المواطن اللبناني ما يرفض ولا فرصة عمل نحنا جايين على أيام كتير صعبة والقاعدة بالبيت ما بتنفع هيدا رح يضر بالعيال اللبنانية معلش فيه شغل ببعض القطاعات ضروري المواطن اللبناني ما يرفض ولا فرصة عمل يعني أنا حبات اليوم ضوي مع حضرتك حتى شجع اللبناني يعني الشعوب ما بتنهض بالأزمات إلا بسواعد أبنائها وبيإيمانهم بقطاعات يعني إن كي قطاع الصناعة ولا قطاع الزراعية اللي أهملوا مش من المزارعين ولا من الصناعيين إنما من الدولة اللبنانية اللي ما عطتهم الدعم الكافي اللي وصلنا نقول اليوم أبسط الأمور ما بتتصنع بلبنان وشايفين شو عم بيصير بالمستشفيات وشو عم بيصير بكتير من الأمور مسوبة كداش أنا بدي أشكرك وبالتالي بتمنى اللبناني عيد النظر بهذا الموضوع عنا فاصل ومنتابع نتابع نتابع الحل عنا عبر الام تي في بالمتابعات اتصالاتكم على 0444444444 ألو ألو يشهد مساكي ست ريبكة أهلا فيك إيمان أبو علوان عم تحكم أهلا ست إيمان بتمنى تكونوا بخير وعم بسمعيك شوي وبدي أقول أنا إنه مش الله يعين اللبنانية الله يعين المسؤولين من غضب الله لأن الله يمهل ولا يحمل لازم يأمنوا بقى إنه هالإدارة وهالسوق هالإدارة لوين أخذين هالبلد يوقفوا ويوعوا من هالعقل الكومة اللي هني فيه ست إيمان بعرف حضرتك ناشطة وإلك مقالات وإلك مواقف وطنية اليوم حبيتي عبر الحل عنا شو تقولي اليوم بدي أحكي بالنسبة للتعميم الي صدر آخر تعميم من حاكم مصرف لبنان واللي بيتعرض 400 دولار كاش و400 على 12 ألف واللي حكي اللي بدي أقوله وصل لفخامة رئيس الجمهورية العماد عون ووصل للحاكم حسب ما أكدت لنا أكتر من سكرتيرا من مكتبه ست ريبكا إذا واحد عنده دولار بعد هيدا التاريخ اللي حددوا الحاكم مثل حكيتي أنا بشهر أو شهرين أو ثلاثة قلب مصريات وإن كانوا جمدانين لبناني وقدر إنه كسرون وخسر فيدة اللبناني ما بيطالوا هالتعميم يعني إذا أنا عم بحكي إنه الحاكم سمح لهم 400 دولار على 15500 حسب التعميم للناس التانين اللي بيطالوا 6 مليون وميتان و400 على 12 ألف 4 مليون وثمامية 11 مليون ليرة بالشهر أما إذا واحد مثلي ما بيطالوا التعميم 800 دولار بتطلع 3 مليون ومية وعشرين ألف الفرق الشهري 7 مليون وثمانمية وثمانين ألف الفرق السنوي حواله 95 مليون نقصين 500 ألف ليرة بقى أولا هيدا الأمر مش عدل لأنه هاودي المصاري هني من تعبي وهودي المصاري من شقفة أرض صغيرة بعنيها لنعيش بكرمتنا مثلي مثل غيري من الناس وهودي المصاري ما نكلفين الدولة صح؟ صحيح صح أكيد بقى الحل أنا بفتكر مش بيكون إنه أنا أصرف مصرياتي عندي طبيب سنين بدوا دولار على خمس أخذهم 3 900 وأصرفهم 15 500 شو بعمل أنا قلت له للحاكم شو بعمل عمر 56 ما عندي تعويضات ما عندي ضمان شو بعمل بصرف مصرياتي سبوز عندي 50 ألف دولار ما بيطلعوا 10 12 ألف دولار وبعدين كيف بعيش الحل هو بيكون بيوقف رواتب النواب السابقين كلهم والحاليين لأنه النواب عندهم مصاري مش الحل إذا الناس معدمة وعندها شوية مصاري إنه نخد له مصرياته هايدي عفوا تعتبر سريقة صح؟ حتى يعني إذا وحد عنده حساب مشترك يعني شو بيعمل كمانة بهالحالة يعني بعدين عفوا أنا لما بحكي لفخامة الرئيس نعم هو الحكم بين الناس وبين المسؤولين إذا من عنده بيقول ما في حل أنا يا فخامة الرئيس لو محلك كنت ببعث وراء إيمان أبو علوان وبقل له أنا رح وقف رات بوراتي ببناتي وصهورتي وإنتي واللي متلك ياخدوا حقوقهم لأن هيدا مالنا يا فخامة الرئيس هيدا مالنا نحن ما كلفنا الدولة ولا بليرة ولا اشتغلنا بالقطاع العام بعدين أي مسؤول مهما على مركزه إذا ما عم يعرف يلاقي حلول بأي شركة اللي كان بيحطوه عجنبه بيجيبه غيره نحن المسؤولين مش بس ما عم بيلاقي حلول عم ياخدو لنا مالنا الخاص كيف هالشغل هي؟ معي حق أو لا؟ خصوصا ست إيمان مش هون بس الموضوع الناس يلي كل جنة عمره حططو بهالبانك على أساس أنه بتعيش من فييته أو أنه للأيام السوداء رح يكون في أيام سوداء أكتر من الأيام هيدا هيدا اللي عم بيبشرون فيه بعد عندي رسالة صغيرة وبس قبل فيه نقطة تانية هيك مرأت معك أنه أنت حتى تقبل القطاع الخاص مش قطاع عام لش عنا ضمان شيخوخة حتى الدولة تحمل عن المواطن اللبناني شيخ خوخته ما عنا إياها كمان أنا عمدي برايفت انشورنس يعني برايفت انشورنس اليوم اليوم بهالحال اللي فيها رح تقدر تفوت المستشفى سمح الله اكزاكلي الشغلة الإخيرة اللي بدي أولى وبتمنى صاحب البانك ما رح سميه لأنه أنا بعزه وما عندي شي ضده أي صاحب بانك بيتصل فيك موضع إذا عنده مئة ألف ولا خمسين ألف ولا عشر تليس دولار واجبيتك تستقبله وتحكيه مش واش بيتك تشنخير من خيرك عليه وأي صاحب بانك عنده بيوت بالداونتاون في بيع بيته ويأمن مصريات الناس هاي دي مصرياتنا استفاد منها البانك كفاية ما رح نسمح إنه تنسرع يعني وما بسمح ولا وكيف إله عين صاحب بانك يمشي بسيارات كبيرة وإزاز نفيم وحراس والناس أموالها حيثين لياها كيف هالشغل هي نحنا شو منعمل أنا بعثت للحاكم ولرئيس الجمهورية قلت له هل أشحف هل أسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية هل أسرق لا حبيبي نحنا ما رح نسرق وما رح نترك لبنان نحنا رح نضل بلبنان ونضل رفعين راس كل مواطن بهذا البلد وما رح نقبل لحقوقنا ولحقوق المواطنين إنه تروح عاك الحال يعني وزارة الشؤون الاجتماعية ببرنامج لأكثر فقرا ما عدنا نعرف مين عمتعت ومين ما عمتعت عملنا بطاقة وما بدا تمويلها وحدا تتمول بدا إصلاحات يعني رجعنا للسفر ما حدا عنده ثقة بقى بالبلد إذا بتسمحيلي لفخيمة الرئيس عون فخيمة الرئيس الحل ولألك ولرئيس بري ولكل المسؤولين ووقف رواتب النواب السابقين والحاليين هن عندهم المطار يقدروا يكملوا وهن عم يقبضوا من الدولة وهن اللي عم بيكلفوا الدولة أما نحنا مصرياتنا من ورى جنة عمرنا ومن ورى شغلنا وأنا بقعد خلايا تسمع كل العالم ما عندي اشتراك موتور بقعد عشية عضو لعيش بكرامتي ووفر ما بسرق مصريات العالم وبشعشع بيتي أهلا وسهلا فيك ست إيمان يعني صوتك صوت كثير من المدعين صوت كثير من اللبنانيين يلي كل جهدهم كل تعبهم حتى يعيشوا بكرامتهم وإذ يزلوا بتعبهم للأسف الشديد باخد اتصال تاني ألو ألو بونجور أهلا مادام رابيتا نعم أنا مواطنة لبنانية نعم طلبي أم بحكي معي إذا تي عنا يعني عملية خي مريض نعم عنده عملية براسه عنده شريان مسكر مضخم ومسكر شريانان نعم مؤثر له ع إجراءه وإيديه بقى طالبين مساعدة إذا في مين يساعدنا يعني المساعدة إنسانية يعني عمليته بتكلفنا خمسين ألف دولار وبتنعمل بلبنان هو هلأ موجود بالمستشفى لا أمنوا بالمستشفى بكرة عنده ميل وبيحدد له الحكيم لنأمن المصاري لنقدر نحدد ترمي العملية هلأ الميل المبارح دم معناله عشرة مليون بكرة نازلين نعمل له إياها وبيقرر لنا الحكيم بس نحنا مش قادرين نعملها قبل ما نأمن مصاري تعرف في الأيام إن نحنا فيها وليرة مع معنا مدام ما عندكم مدام مدام سؤال عندكم شي دمان عندكم عنده دمان بس الدمان ما بيع تريف بحق التوبات اللي بدا تتغير لأنه عنده شريينين بدون يتغير ثلاث شريين بردون بدون يتغيروا وحقش التوبات اللي بدا تنحط خمسين ألف دولار هذه خمسين ألف دولار توبات بدون إجرية لمستشفى المستشفى نحن عملها على الضمان بس التوبات حق خمسين ألف دولار ونحنا بحاجة كتير إذا في حدا بحب يساعدنا إذا بحب يتطلقين نحنا حطينا رقمكم على الشاشة مدام وبتمنى يكون فيه مساعدة لأنه حتى نرجع نعطي فرصة لهالمريض يلي بين الحياة للموت لأنه هذا بري كمانا بحق له يعيش الحياة أكيد أكيد طبعا كل إنسان بحق له يعيش الحياة وكل إنسان ملزم بيخيل الإنسان خصوصا بزروف صعبة يعني منا زروف طرف هلا عند الناس أبدا هي زروف صعبة وكلنا عم نشوف أدي يعني للمواطن يطلب أدي صعبة بس نشال الله خير ونشال الله على سلامة أهلا وسهلا فيك برجع بقول الرقم مع الشاشة وبتمنى يصير في تواصل مباشر معكم ويتأمن المبلغ حتى يقدر يكمل عمليته ويرجع لعائلته ولأولاده أهلا وسهلا فيك يعني داي عنا اليوم نحنا من الحالات خصوصا مع المستشفيات يلي عم تعالون إنه الحالات الطارقة فقط ولما نقول طارقة إديش في عالم قادرة كمان إن تعمل استشفى ولا جراحة ولا خصوصا بموضوع العالم بياخد كمان اتصال ألو 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 تفضلي بونجور بونجور مادام معينك سحر خوري من ترابلوس أهلا ست سحر تفضلي أهلا شو بدين لك ولك ياريتك رئيس الجمهوريتنا لا 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 ياريت لا 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 نزعطية ياريت شو عندك شو عندك مادام بتكوني رئيس الجمهوريتنا لأن الزعمة اللي عنا ما بقى عنا ساعة فيهم أبدا 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 مادام ريبيكا أنا اشتغلت 45 سنة نعم معلمة مدرسة وهلأ صار عمري 76 سنة عمر كله وقالي يا رب تكون صحتي كمنيحة بس وأنا مريضة نعم وحطة مصريتي بالبوك بالدولار بخليتهم لآخرتي إذا ما بدون يعطوني إياهن هلأ أين تنبين يعطوني إياهن بعد ما موت ما بدي إياهن ساعتها ساعتها ما بدي إياهن بس نحنا قلنا الساعة بحكي كمية بالمية هل صحيح إنه بدون يعطونا 400 دولار بالشهر يعني مش بس هيك بتاخذي 400 دولار مقبيلة 400 ألف يعني عرفتي هيك بيخلصوا المصريات بسرعة بمشي يعني مثل واحد أشتوا مصرياته هيك عطوهن ربحوا جميلة فيهم وخلصوا منهم أهلا وسهلا فيك مادام يعني ما بعرف هذا التعميم إداي رح يمشي ولا ما رح يمشي إنت بتعرف إلا فيه شوية اعتراضاتي علي كمان أنا بتمنالك الصحة وأهلا وسهلا فيك مشاهدينا طبعا ما بتنتهي المقاسة ولا الطلبات ولكن كرامة الناس هي فوق كل اعتبار ما لازم تغيب عن بال أي مسؤول بأتيكم موعد دائما عبر الام تيفي الحل عنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر